تحتفل كنائس زويلة الأثرية بحي الجمالية بذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر وأحياء مصار رحلة العائلة المقدسة وللمزيد من المتابعة نضم إلينا مباشرة باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري أرحب بك باسم وانقل لنا أهم مظاهر هذه الاحتفالية وفعلياتها هنا في مجمع كنائس زويلة بالقاهرة احتفالية سنوية احتفالية ببركة دخول السيد المسيح لمصر ومروره على عدة نقاط في مصر أثناء رحلة هروبه من الاضطهاد اضطهاد الامبراطور هيرودس جاء المسيح إلى مصر ومعه السيدة مريم العذراء والدة ومعه يوسف النجار هؤلاء الثلاثة الذين جاءوا إلى هذه البقعة الطيبة من بقاع مصر والتي مكفوا بها لنحو يومين على أرجح الأقوال التي تم ذكرها وفق الكتابات التاريخية وكما ذكرى من أبائي هذه الكنيسة تأتي أهمية هذه الكنيسة باعتبارها ليست مجرد رمز مسيحي وإنما هي رمز نصري رمز شامخ يحمل عبق التاريخ فهو يبدأ تاريخه منذ وجود السيد المسيح ونزوله بهذه البقعة وقيامه بالمكوث فيها لمدة يومين كما ذكرت على أرجح الأقوال وفي أقوال أخرى مكث لجزء من الزمن قبل أن يستكمل السيد المسيح ووالدته الرحلة إلى صعيد مصر والتي انتهت في أسيوت مكثوا في هذه الرحلة كلها في أرض مصر نحو ثلاث سنوات وثمانية أشهر هذا المكان الذي نتواجد فيه الآن له قيمة تاريخية لدى الكنيسة المصرية حيث إنه كان المقر البابوي لبابا الكرسي الكنسي بعد انتقاله من الإسكندرية الكرسي المرقصي الذي انتقل من الإسكندرية إلى القاهرة بداية بالكنيسة المعلقة ثم ذهب إلى كنيسة بمصر الجديدة كنيسة مصر القديمة عفوا ثم جاء إلى هنا في كنيسة الزويلة كنيسة العذراء بزويلة ولكن يتميز هذا المكان بأنه أكثر مكان مكث به الكنيسة أو الكرسي البابوي لمدة من الزمن في القاهرة حيث مكث نحو ثلاثة قرون أيضا يتميز هذا المكان بأنه يحتوي على رفات العديد من الآباء الذين جلسوا على الكرسي البابوي للكنيسة المصرية هذا المكان أيضا مما يدل على أثرياته أنه تم بناءه على نحو ستة أمتار ونصف المتر تحت سطح الأرض وكان هناك على نصية هذا الشارع يمر خليج قديم مكان يربط النيل وكانت هناك طبعا بسبب هذا الموضوع وهذا الخليج هناك اكتشاف العامل الماضي يسمى باكتشاف صهريج للماء هناك الماء يمر عبر جميع جدران هذا المكان ونتمنى أن يظل هذا المكان يحمل رونقه ويحمل تحميله جدران لأنهم اكتشفوا هذا الماء متأخرا نعم أشكرك شكرا جزيلا باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري